موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي ومتابعي قناة اليمن اليوم الفضائية نرحب بكم أجمل ترحيب في حلقة جديدة من برنامجكم مع الجمهور تواصلوا آلة الحرب الحوثية حصد أغسان الطفولة الغضة فيما يشيب من نجى منهم في بواكير حياتهم الأولى نتيجة مآلات الحرب التي تزج بهم تلك الميليشيات لتقتلهم بلا هوادة وتضعهم في فم مدفعيتها كقرابين يومية لحرب لا يعلمون دوافعها وكلما صعدت الميليشيات وزادت من سعير الحرب فضاعفت أعداد الضحايا من الأطفال سواء الذين يتم أزج بهم كمقاتلين ثم إجبال الكثير منهم على خوض هذه المهمة الوحشية أو ممن تستهدفهم نيرانها في مختلف المدن ومع تناقص أعداد مقاتليها واحتفالها بما تسميه يوم الشهيد ها هي الميليشيات الحوثية تدشن حملات جديدة لتجنيد الأطفال الأبرياء فتأخذهم من مدارسهم وأحضان أمهاتهم لتعيدهم محملين على توابيت الموت الحتمية وهنا تتبادر عدد من الأسئلة ماذا تمثل تلك الميليشيات تلك الجرائم المرتكبة بحق الطفولة وما السبيل لإيقاف تجنيد الأطفال هذا هو موضوع حلقة اليوم من برنامجكم مع الجمهور ننتظر اتصالاتكم عبر أرقام البرنامج ولكن بعد فاصل قصير ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر نانسي قنقر نانسي قنقر قنقر عدنا إليكم مشاهدينا كما تحدثنا قبل الفاصل موضوع حلقة اليوم يتحدث عن حملات جديدة تدشنها ميليشيات الحوثي لتجنيد الأطفال بالتزامن مع ما تسميه يوم الشهيد ماذا تمثل تلك الانتهاكات بحق الأطفال وما السبيل الحد من تلك الانتهاكات وإيقاف تجنيدهم ننتظر اتصالاتكم عبر أرقام البرنامج الدولية الظاهرة أسفل الشاشة وعلى حسابات البرنامج على دو وإيمو كما بإمكانكم إرسال رسائلكم النصية على رقم الواتساب الخاص بالبرنامج إذن هي ظاهرة أو ظاهرة تجنيد الأطفال واحدة من أبرز صور انتهاكات حقوق الإنسان خلال الحرب الدائرة في اليمن منذ سبع سنوات وثقت خلالها تقارير حقوقية مئات بل آلاف الحالات لدى مختلف الأطراف والأحزاب المشاركة في الحرب لا نستثني من تلك الانتهاكات أحد لكن ميليشيات الحوثي شكلت أكثر نسبة حالات تجنيد واستخدام للأطفال الموثقة في تقارير أممية وحقوقية وإنسانية في وقت سابق كشف نائب منذوب اليمن التائم لدى الأمم المتحدة أن ميليشيات الحوثي جندت أكثر من 35 ألف طفل منذ انقلابها عام 2014 منهم 17% أعمارهم أقل من 11 عاما 35 ألف طفل يعني عدد كبير ومخيف ينذر بكوارث إنسانية قادمة على جميع الصعود معنا أول اتصال مساء الخير ألو ألو تسمعوني قطع الاتصال ما زلنا في انتظار اتصالاتكم عبر أرقام البرنامج الظاهرة أسفل الشاشة وكما بإمكانكم الاتصال عبر تطبيقات دو وإيمو كما بإمكانكم أيضا إرثال رسائلكم منصية على رقم البرنامج على حساب البرنامج في واتساب نقرأ قبل أن نقرأ الرسائل معنا اتصال مساء الخير ألو مساء الخير انقطع الاتصال إذن نقرأ جزء من الرسائل النصية التي وصلتنا عبر رقم الواتساب يقول صديق البرنامج علي السعدولي في ظل هذه الأوضاع والمعيشة الصعبة التي يعاني منها شعبنا اليمني يستغل الحوتي تجنيد الأطفال من أجل أن يحصل الطفل على قوت يومه له ولأسرته من الإغاثات التي يتحكم في توزيعها الحوتي معنا اتصال السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته الإسم الكريم علي زيد علي عبد الله أهلا وسهلا فيك اليوم نتحدث عن تجنيد الأطفال أمس أعلنت مليشية الحوثية في احتفالاتها بما تسمى عيد الشهيد أو حملة جديدة لتجنيد الأطفال برأيك ماذا تمثل تلك الانتهاكات بحق الطفولة؟ تفضل يا سيدي العزيز جماعة الكهنوت هي عبارة عن ساتور تستخدمها إيران لقتل اليمنيين ولنشر الجهل والتخلف في أوساط الشعب اليمني هي تقند الأطفال الذين هم بأمس الحاجة إلى القوت الضروري وبنفس الوقت هي تقحم التعليم إلى مزابل التاريخ ولم تمر اليمن على هذا العهد منذ أن تأسست دولة اليمن اليوم هناك جيل تذهب به جماعة الكهنوت إلى الجبهات وجيل آخر تجحفه في التعليم وتروج له بالملازم التي أسسها الهالك حسين بدر الدين الحوثين أنت سوف ترى بسبب تجاهل وتخاذل الشرعية أن اليمن بعد عدة سنوات ستكون منبع للفكر الإرهابي وللفكر الشيعي الذي يسب الصحابة وأم المؤمنين عائشة ويصنف الشعب بين زنبيل وقنديل هذا كله نحن لا ننوم الحوثين على هذه الانتهاكات من يظن أن الحوثي واهن وأنه ضعف هو مخطئ الحوثي هو بالأساس لا شيء لكن الشرعية الألواهية المتراخية في فنادق الرياضي هي من صنعت من الحوثي قوة جبارة وجعلت منه من يبتز الشعب اليمني ويقند أطفاله ويرهب الناس ويأخذ منهم سواء بالترهيب أو الترغيب كل هذا تتحمل مسئولية الحكومة التي توثل نفسها أنها باسم اليمن واليمنين من يتجرع السم هم أبناء اليمن ومن يتحمل المسئولية الشرعية التي في الفنادق البعض الآن لو تكلمنا على الشرعية يظهر لك مثل أبو طارق يدافع على الشرعي بالليل والنهار ونحن نحترم وجهة نظره لكن يجب عليه أن يفكر نحن نريد أن نكشف الحقائق للناس جميعا الشرعية هي من تتحمل كل الجرائح علي برأيك أنت ما السبيل لإيقاف تلك الحملات للتجنيد الأطفال الحوثي يا أخي صادق هو ليس حزب سياسي أويان هو عبارة عن منظمة إرهابية لا سبيل له ولا حل إلا قوة السلاع أنت ترى عندما تقدمت القوات المشتركة في الساحل الغاربين صرخت أصوات من داخل الشرعية بإيقاف هذه الحرب لأنها توقف العملية السياسية وهي ليست عملية سياسية بل عملية وميزانيات مالية إلى جيوب الوزراء في الشرعية من سيوقف هذا العبث بأطفال اليمن لا شيء قوة السلاع التي تجحف الحوثي وترمي به في الهاوية لا سبيل ولا مخرج لليمن إلا بانتهاء الحوثي بالقوة وعلى أبناء اليمن أولا أن يتكاتفوا وأن نناشد مرات كثيرة من أجل إنشاء مجلس عسكري لأجل انتهاء هذه الأزمة ولانتهاء هذه المعاناة التي يعانيها المواطن اليمنين والأبواق المأجورة التي تأكل في الرياض ثم تنبح مع الشرعية نقول لهم لو عملنا استفتاء كما قيل أمس على الرياضة وغير الرياضة لو استفتينا أبناء الجنوب لن فصلوا يوم غد الناس تعبوا من هذه الحكومة الفاشلة وهي من جعلت الشعب اليمني اليوم يريد أن يخرج بأي حل سياسي أو عسكري ضد جماعة الكهنود كل الشكر لك علي عبد الله اتصال جديد مساء الخير ألو تسمعوني السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا السلام صادق مساءك الله بالخير مساءك بالنعيم الإسم الكريم أبو طارق أهلا يا أبو طارق اليوم نتحدث يا أبو طارق عن تجنيد الأطفال وحملات جديدة تبدأها موليشيات الحوذي في تجنيد أطفال اليمن تفضل أوازل فضلك تجنيد الأطفال ليس وليد اليوم أنا أكلمتك تجنيد الأطفال من آلاف السنين هذا هي الفكرة الإمامي هذا هو فكرة الفكرة الشمولية والتطرف ميليشيات الحوذي بالضبط هي كان اسمها الإمامة الإمام كان الإمام شفت الآن خلفوها إلى الحوذية من زمان هي مش من اليوم نعم الأخ قالي زيد سامحك الله نحن لسنا بكلاب ننبخ احترم منك ألفاظك أول بدأت تمامه وقلتها نحترم رأيها ورديت تابعنا ننبخ نحاول أن نجنب أنفسنا من ما نخرج من مواضيع الحلقات نحترد بعضنا البرنامج متاح للجميع يعني يقولوا ما أرادوا لكن في موضوع الحلقة إن شاء الله من شابه المجلس الأسكري المجلس الأسكري ماذا نريد بالمجلس الأسكرية ألي زيد أنت وغيرك وحنا عندنا وزير الدفاع وعندنا طيب أبو طارق أبو طارق وعندنا طارق محمد أفضل وصالح اللي قال يا نعيش بكرامة يا ندفن في سنة تحت الحراء ذا كنت سلم مئة كيلو متر مئة كيلو متر سلم أهلا محوثية أبو طارق أبو طارق نحاول العودة إلى موضوع الحلقة وصلت رسالتك نحاول خلي الواحد يقول رأيك هذا رأيك رأيك عن موضوع الحلقة يعني نحاول أن موضوع الحلقة نكتلك الميليشيات الحوثية تجند اليمن من 1200 سنة احنا نبحث عن السبيل لإيقاف لإيقاف هذا التجنيد والقوة ما هو السبيل لإيقاف ذلك التجنيد وتلك الانتهاكات هذا يقول الله كالاو سوى تأتي في تفتاء الشعب الجنوبي الشيء ينفصل الشعب الجنوبي كلهم ألوحده أشبال ومشاهبة ونساء ورجال صحيح شل كليلة شل كليلة مرخزك هم اللي يريدون أن يشطرون اليمن يكزمون نحن يقولون نحن أكذاهم أشبال أشبال طيب رسالتك أبو طارق رسالتك في هذا في موضوع الحلقة رسالتك إلى الأسر إلى أولياء أمور الأطفال يعني لعدم زجبهم إلى محارقة الموت نعم بالتأكيد نحن نشاء صلح وتصالح وتوحيد اليمن يحمى واحدة اليمن لا يمكن أن يتشطر لو ما يبقاش واحد في الجمهورية اليمنية مستحيل اليمن ينفضل المرحلة مرحلة لم يشمل وتوحيد الصف الجمهوري إن شاء الله هاي وامش من اليمن وحدوها أشغال وخذوا كأس آسية بإسم الجمهورية اليمنية ليس بإسم الإنفصال ولا بإسم الشرق ولا الغرب أيب أليكم وحدوا اليمن ولا شمناكفات ولا سبونا الناس كلاب طيب يا أستاذ أبو طارق رسالتك أخيرة رسالة أخيرة في موضوع الحلقة لأولياء أمور الأطفال التي تزجبهم في محارقة الموت مع عملية شيئة الحوثي يمكن مليون منتخب ناشئ يحركهم في الجبحات أطفال في أمر الزحور يا أمهات أبناءنا يا أمهات أبناءنا ويا أخواتي احفظوا أبناءكم احفظوا أبناءكم قولي لا خرجوا قولوا يا والدى يا خي أنا باتهام يكلموا قولي لا لا قتلوا لا الأبني يموت في بيت أهل الجنة ولا يروح يرغبك بخمسين دولار ولا مئة دولار يظهلك وودي ابنك في المحالة لن تسقط مأرب ولن تسقط عدن ولن تسقط سقطرة ولن تسقط الحديدة اليمن شعب واحد يموت ولا يزل لأي حزب ولا لأي فئة لا لأنت تالي ولا لطارق ولا ألم السن يمن واحد موحد حتى تقوم القلامة وصلت فكرتك شكرا جزيلا أبو طارق شكرا عاجمين تواصلك اتصال آخر مساء الخير أهلا والله أهلا وسهلا الاسم الكريم اسمه أبو رامز أبو رامز أهلا يا أبو رامز اليوم نتحدث عن تجنيد الأطفال ماذا تمثل تلك الجريمة والله يا أخي هذه جريمة نكرى يندالها الجبين وأنا أنصح أخواننا اليمنيين أن يضموا أولادهم في بيوتهم وليس يجوبهم في حروب عبثية مع الحوثة تمام؟ تمام الموضوع الموضوع الثاني يا أخي هذه متى بيجلس في الرياض الأطفال ماتت والشعب الحرق وكل شيء طاح وهذه يجالس جاء أوباما وراح وجاء ترمب وراح وجاء بايدن وراح وهذه يجالس رئيس في الرياض بلا عليك هذه الرئاسة ولكن موضوعنا الأطفال يا أخي أنا نصيحتين يضموا أولادهم والموضوع الكامل ألو الأطفال هذا ولا يا أخي والله العظيم أن اللي يروح ببناه في الجبهات ألا أنه قليل أقل ما يستحو يا أخي أطفالهم يا أخي يضموهم في البيوت أطفالهم من حرك وهذه يا أخي أكسم بالله العظيم أننا اليوم الأول يمكن حوالي 16 الضفل جابوهم من مارب بلا عليك هذا ما فيش حتى حكومة ولا منظمات واجب على المنظمات تتحرك كاملا ندد ضد الحوثيين ضد الشرعية هل لي ما من أبوها ولا فائدة كلام جميل شكرا أبو رامز اتصال آخر مساء الخير أهلا وسهلا أهلا يا أبو عبد الله أهلا وسهلا فيك اليوم نتحدث يا أبو عبد الله عن تجنيد الأطفال وجراء ما عليك من تجنيد الأطفال إذا كان بيجمدونهم هذين من ليبهم أصلا هم الأخوان المسلمين اللي يبونهم انتبهوا خلونا نحن من لعبة هذه هذه الشغلة محاولة تركز الموضوع عن الأطفال يا أبو عبد الله عن تجنيد الأطفال وهذه الجريمة من يوردهم من يجيبهم نحن بنتكلم عن شغلة أبو طارق قاعد يتكلم أولا حيي لأخ عبد الله علي علي زي حيي حيي وقال الكلام الصحيح وبالنسبة للأخ هذا أبو طارق ويقول لك الجنوبيين خليه يفققها الحين اللي في حضر موت خليه يحل المشكلة اللي موجودة في حضر موت لا قادر عني محسن ولا اللي أكبر من عني محسن يفق المشكلة أبو عبد الله أبو عبد الله نحن نقلب الموضوع كمناكفات بين أشخاص وصلت رسالة داك نحاول أن نتكلم عن تجنيد الأطفال وموضوع الحلقة الأطفال 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 انتبه لي أنا أقول لك يا كل أمانة أخوان المسلمين الموجودين في صنعة وهم اللي يوردونهم أنا أتكلمت أكثر من مرة وين صادق الأحمر وين أبناء هم أحسن لحمة أقوان موجودين في صنعة هم اللي يبونهم للحودي لا تلعبون على ناسهم كتلتوا عيال الناس الله يدمرهم إن شاء الله طيب أنت فكيف ترى ما هو السبيل لإيقاف تجنيد الأطفال يا أبو عبد الله هم الأطفال عيش السبيل لإيقاف تجنيد الأطفال هذا إنسان يسلم خمس سالة أطفل أطفل في أبناء أبو عبد الله السبيل كالتالي قوموا بحملة على الأخوان خلوا نحن واقعين فضل شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا وعبد الله نحاول أن نقرأ جزء من الرسالة التي وصلتنا عبر الواتساب يقول ابن مأرب قتل تدمير تعذيب استبداد اعتداء طغيان سطو على المتلكات الخاصة والعامة تجنيد الأطفال وإرسالهم إلى محارق الموت دون رأفة أو رحمة زراعة الألغام واستهداف الأحياء الشعبية بالصواريخ الفاليستية هذا تاريخ الحوثي في اليمن إن لم يكن بليشيا الحوثي الإيرانية أصل الإرهاب فمن الإرهاب رسالة من مجهور يقول كلما تقدمت السفينة للخلاص من غياهب البحار تعرقلت بسبب نزاع وطمع وجشع طاقمها ولكنها ستعبر بدونهم إلى بر الأمان بكفاح ركابها الشرفاء الذين لا يبحثون عن المصالح ولا عن المال المدنس لأنهم يعشقون الحرية والعزة والكرمة المجد والخلود للشهداء والخزي والعار للخوانة رشاد يقول الحوثي يحي ما أسموه يوم الشهيد بابتزاز المواطنين والتحشيد وتجنيد الأطفال وأبناء القبائل وزج بهم إلى محارق الموت التي لم يجني منها غير افتتاح المقابر المتوالية جميل يقول التزامنا بأخلاقية الحرب مثل الحفاظ على أرواح المدنيين وممتلكاتهم هي أحد العوائق أمامنا ولسنا نادمين فالغاية لا تبرر الوسيلة في قانوننا بينما الحوثي الغاية تبرر الوسيلة لذلك يستخدم الطرق الخبيثة للتحقيق هدفهم مثل تجنيد الأطفال وترويع الآمنين وإلزامهم بالتبرأ من عائلاتهم التي بمأرب وسيم العريقي يقول نازع الألغام وزارع الأشجار الشهيد العقيد البطل فرحان السعيدي ظل يعمل وفريقه سنوات الإنقال أرواح الأبرياء في الساحة الغربي بتفكيكي ونزع الألغام الحوثية من المناطق السكنية استشهد وهو يؤتي واجبه الإنساني الفرحمة ونور على روحك وتراب قبرك يا من جعلت دروبنا أمان ودفعت روحك الزكية الطاهرة لأجل ذلك محمد يقول تجنيد الأطفال الإجباري آخر حلول الحوثي نريد أن نقول أن عمليات تجنيد الأطفال تأتي دائما بعد عقد دورات فكرية أو من المدارس بعد التعبئة الخاطئة للأطفال والمراهقين وبعض الحالات ترغم بالقوة هناك حالات أيضا كثيرة موثقة تؤكد اختطاف الميليشيات للأطفال للقتال معهم أحيانا يكون التجنيد بهدف الحصول أيضا على الراتف فقط في ظل الفقر المطقع التي تعانيه أغلب الأسر اليمنية فاصل قصير ثم نعود لنستكمل حلقتنا ترجمة نانسي قنقر 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 عدنا عليكم مشاهدينا كما قلنا قبل الفاصل هذا التجنيد يأتي بعد تعبئة فكرية وشحن عاطفي للأطفال وأهاليهم لكم أن تتخيلوا أن الحوثيين خلال العام الحالي 2021 نظموا ما يقرب من خمسة آلاف مركز صيفي لتقديم دورات عقائدية تحث على العنف خضع الكثير من الأطفال فيها لتدريبات عسكرية إذن فميليشيات الحوثي تستخدم كما قلنا المدارس والمرافق التعليمية لاستقطاب الأطفال والتجنيد الإجباري من خلال نظام تعليم يحرض على العنف بالإضافة إلى تلقين الأطفال العقيدة الإيديولوجية الخاصة بالميليشيات من خلال محاضرات خاصة داخل المرافق التعليمية لتعبئتهم بالأفكار المتطرفة وترغيبهم بالانضمام إلى القتال لدعم أعمالهم العسكرية هناك أرقام مرعبة للقتل من المجندين الأطفال في النصف الأول من العام الجاري 2021 فقط تؤكد منظمات حقوقية مقتل 640 طفل أعمارهم بين 13 و 17 عام يعني بعد أن جندتهم ميليشيات الحوثية المنظمات الحقوقية حتدت المحافظات اليمنية المنكوبة بعدد الضحايا من الأطفال المجندين تسطر محافظات صنعاء ودمار ومحافظة حجة عدد الضحايا بمقتل 333 طفل خلال الستة الأشرة الأولى من عامنا الحالي من إجمالي 15 محافظة شملتها عمليات الرصد هذا من دون القتلى الذين لم يتم الإعلان عن أسمائهم فيقدر أيضا عدد الجرحة ب3400 طفل بحسب معلومات من المستشفيات في أمنة العاصمة والمحافظات الخاضعة للميليشيات لا نستطيع أن نقول إلا أن هذه مذبحة مروعة تتعرض لها الطفولة في هذه المحافظات بشكل خاص وفي اليمن بشكل عام معنا اتصال هاتفي مساء الخير السلام الله عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الإسم الكريم أبو مشعل أبو مشعل أهلا وسهلا فيك اليوم نتحدث عن جريمة تجنيد الأطفال وماذا تمثل تفضل تمثل حبيب قلبي جريمة جنيد الأطفال جريمة عظمة لم تسبق لها مسئل بالتاريخ هذه واحدة نعم ثم هاتي الميليشيات وش تتوقع منها غير إنهم يلقوا إلى تجنيد الأطفال بس العتب ولهم على أهالي الأطفال صحيح علينا يعني إن يكون نحن ماسكين لأولادنا وعارفين ونوديهم ونجرسهم ونعلمهم موش القبات ونقع لهم بالصناديق أشلا ما عندهم دين يا أخي ولا عندهم ملا ولا عندهم رحمة إيشي لهم من الشوالي من المدارس ويعبوهم تعبية خاطئة تعرض جهال المخام صغير ميليشيات تستغل الوقدة الطعي يشير وسن الزهور وطل مخفاضي استغلت كعبي هذا هو الداخل يسأل الله العظيم إن الشعب اليمنين يترك لهذه الميليشيات المجرمة وكل واحد يمسك ولده ويربه ويعلمه ويدرسه ويقوله هذا طريقة حتى يبعدهم على المناحي ولا يدرسهم بمدارسهم الخاصة هذا ما عندنا شكرا جزيلا ثم تنسي أبغا سأل سؤالي على فارس فارس هذه طبعا مرحلة جديدة أقصت يعني في خارطة برامجية جديدة كلفتم إيادات القناة بتقديم البرنامج وكل التحية لزميلنا المناظر فارس الصليحي أينما كان شكرا جزيلا أبو مشعل منذ العام الفين وخمسة عشر تسببت الميليشيات الحوثية بمقتل وإصابة ما لا يقل عن الفين طفل سنويا عبر تجنيدهم في القتال أو باستخدامهم في أعمال مصاحبة لأعمالهم العدائية مثل حراسة المواقع ونقاط التفتيش أو استهداف المناطق المدنية الآهلة بالسكان وزراعة الألغام طبعا كلنا تابعنا قبل يومين إعلان الحوثيين لمقتل الطفل عبد الرحمن فؤاد قاسم التوهمي طفل يبلغ من العمر 14 عام في صوف الميليشيات هذا الطفل حصل على أكثر من بطولة في لعبة الجنباز عن فئة الناشئين هذه صورة من صور الجرائم تجنيد الأطفال والذهب بهم الموت نعم مساء الخير أهلا وسهلا السلام عليكم الصوت غير واضح أسمعك أسمعك الإسم الكريم الصوت ما واضح من عندك أبو نورة أبو نورة ألو أيوة أسفل كيف الحال تفضل أهلا وسهلا اليوم نتحدث عن جريمة تجنيد الأطفال والانتهاكات التي ترتكب بحق الأطفال تفضل أخي الأطفال معرضين طالما فيه من يدافع عنهم فهم معرضين الأولى يا طلعمر هل ريت من الحوذي أو الشرعية من عيالهم من كان في الجبهات وفي الميادين ما فيه سعيد أو من المشرفين أو من غيرهم عيالهم محصنين وفي أحسن المدارس وعيال المجتمع اليمني الطبقة الوسطى هم الذين أطلعمر والمهمجين هم الذين في الجبهات وهم الذين يدبحوا من طرفين بل والشرعي نفس الكلام يعني هذا في خمس سنوات أو عشر سنوات باستحيل لن يقدموا لكم أي شيء بل حافظوا على أولادكم لحتى الله يفك قربتكم ويفك قربت اليمن إن شاء الله ندعي الله تعالى أن يفك قربت اليمن آمين آمين يا رب أما بالنسبة لبو طارق والثانين الذي يدعو يا طلعمر القوات المشتركة ما حد يزيد عليها القوات المشتركة فكت الناش حقكم والسكول الذي تقيت طوع اليمن به أكثر من ثلاث سنوات لا فكه رئيس الجمهورية ولا نائبة ولا وزير الدفاع حقك اللي فكه طارق فكه واليوم يحارب في العدين ويحارب في تعز ويحارب يطل عمر في التعينة ما هو بجالس ولا عمله ولا راح في الفنادق الرجال في الميدان هو رجاله يموتوا ويستشهدوا وطلبوا المقابر بدل المناصب وبدل الله هذا لكن المزايدات والاتصالات والحركات الماضية ما هي بجالة هذه عليكم يا طمر من كان بيحط موقف مشرف وينفع الشعب وينفع البلد والوطن فليعمله واللعصب تبرك له وشكرا كل الشك لك أبو نورا هذا آخر اتصال معنا اليوم نشكركم على جميل تواصلكم من اتصلوا بنا ونشكر جميع المشاهدين على حسن المتابعة حتى الملتقى غدا في مثل هذا الوقت نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته